بعد ما أعلن زوج الفنانة تونسية إيمان الشريف محمد إيل سابور وبصفة مفاشئة انفصالوا عليها الخبر هذا عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان بمثابة الصدمة للناس الكل اللي يعرفوا إيمان الشريف ولي يحبوها ويتبعوها وخاصة إنه الخبر جاء بصفة مفاشئة الناس اللي تعرف إيمان الشريف يشوفوا فيها تمارس في حياتها بصفة عادية وإلى هذه اللحظة إيمان ما خرجتش وما قالتش على السبب الحقيقي اللي خلاها اليوم تنفصل على زوجها بعد قصة الحب اللي دامت سنتين اللي كنا نعرفوا اللي زادة عندهم ولايد اسمه ناصر أكيد الخبر هذا جيب برشة كلمات الإيمان الشريف أكيد الناس الكل يكلموا في إيمان الشريف ويحبوا يعرفوا أسباب اللي خلاها تطلق اليوم من رجلها أكيد زادة فما مساجات خارج على الموضوع اللي هي شيء اللي غشش إيمان الشريف وخاصة إنه شعبنا معروف بالفضولي الناس الكل تحب تعرفها أسباب الانفصال الشيء اللي خلا إيمان الشريف فتحب التدوينة على حسابها الرسمي قالت في التدوينة ينعم على رسي ريشا احنا ما زلنا ما نعرفوش شنو كانت تقصد إيمان الشريف باستطيوه هذا ولا علاش كونا حكيت وهاجمت بكلمها اللي قالاتو هذا اللي مش نعرفوه في الأيام القادمة انتوما ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد